العنصر الثالث من عناصر التقو هو عنصر الاتصال الإداري والاتصال هو عملية تساعد الناس على التماسك مع بعضهم البعض في وحدة متكاملة والاتصال وظيفة رئيسية من مهام مدير المدرسة والمعلم في الإدارة الصفية فالنجاح بالعمل الإداري يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القائد على الاتصال الفاعل والفعال والمؤثر في العديد من المواقف التعليمية التعلمية ما فهم الاتصال؟ الاتصال هو عملية يتم بواسطتها أو يستطيع إنسان ما معرفة ما يدور في خلد شخص آخر أو ما يفكر فيه أو يشعر به والاتصال يعبر عن إرسال وتحويل للمعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهم للمعلومات من قبل المستقبل والاتصال أيضا هو العملية التي تجعل أفكار الشخص ومشاعره معروفة للآخرين والاتصال هو العملية الهادفة إلى نقل وتبادل المعلومات التي على أساسها يتوحد الفكر وتتفق المفاهيم وتتخذ القرارات كما أن الاتصال هو تبادل للأفكار والبيانات بغرض تحقيق أهداف العمل الإداري عناصر الاتصال المرسل الرسالة الوسيلة المستقبل التقضير المرسل هو الشخص الذي يبدأ بعملية الاتصال والهدف الذي يريد تحقيقه يكون حاضر في دينه بمقدار ما يكون هذا الهدف حاضر وما يستخدم من تعابير يكون الهدف واضح ومحدد وبالتالي ممكن يوصل ما يريد إلى الآخر الرسالة هي محتوى الاتصال الوسيلة هي القناة التي يستخدمها المرسل لإصال الرسالة المستقبل هو الشخص الذي يستقبل الرسالة وبالتالي هو المعني بعملية الاتصال مقدار يعني مدى استقبالها المستقبل للرسالة تظهر من خلال رد الفعل فيه يعني التقضية الراجعة التقضية هذه الراجعة تقول للمرسل بأنه رسالة وصلت إلى المستقبل ولا لا فإذا كان المستقبل يعني أشار بشكل أو بآخر بأنه الفكرة لم تكن حاضرة في دينه يبدأ المرسل بإعادة إرسال الرسالة مرة أخرى إما باستخدام أسلوب أسهل أو باستخدام وسيلة أخرى أو ممكن يرفع صوته أو يستخدم وسيلة معينة وبالتالي تظهر عملية الاتصال بعناصرها المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل والتقضية الراجعة هي أساس عملية الاتصال ولا يمكن يحصل الاتصال بدون هذه العناصر هذا مخطط يبين كيف تحدث عملية الاتصال المرسل الرسالة الوسيلة المستقبل وبعد الرسالة أخرى من المستقبل إلى المرسل وهكذا أهمية الاتصال بالنسبة للقيادات الإدارية الاتصال عملية مهمة جداً لا يمكن أن يحقق العمل الإداري أهدافه بدون عملية الاتصال وبالتالي فهو يمثل جزءاً كبيراً من أعمال الإداريين إن كفاءة اتصال المدير تعمل على إنجاز الأهداف بفعالية وتقود عملية الاتصال إلى ممارسة السلطة وتؤدي عملية الاتصال إلى توحيد القهود برضو أهمية الاتصال بالنسبة للمرؤوسين تزود العاملين في المنظمة بالتعليمات والتوجهة اللازمة للأداء تزود العاملين في المنظمة بكل ما هو قديد في حقل الإختصاص توضح وتشرح حقيقة النشاط الذي تقوم به المنظمة ورسالتها وأهدافها تصحح المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الموظفين تعرف العاملين في المنظمة بنقاط القوة وضع في أدائهم وسلوكياتهم وتشعر العاملين بأهميتهم وقيمتهم ودورهم في تحقيق الأهداف الكلية للمنظمة ترجمة نانسي قنقر